الحلقة النهاردة الحقيقة جاية في توقيت مهم هي تتحدث عن الأهلي القيمة والهدف الأهلي القيمة والهدف لأنه الحقيقة القيمة الكبيرة للنادي الأهلي على كل الأصعادة المسألة لازم تستوقف كل واحد غير على النادي الأهلي محب لهذا النادي بل في الأعام محب لهذا الوطن وغير على صورته ومتطلع لنجاحاته الهدف لأنه أنت السنة دي بتستهل موسم جديد أعتقد الموسم اللي فات البطولات اللي النادي الأهلي حققها والنجاحات اللي النادي الأهلي عملها هي إعجازية بكل معاني الكلمة إعجازية على المستوى الرياضي وبالتالي الهدف في الموسم الجديد صعب جدا صعب للغاية كمان لأنه أنت محتاج تنشيط دوافع محتاج تعلي الحوافز عند اللعبة محتاج أن في كل الألعاب الناس اللي حققت كل البطولات بتاعت الموسم اللي فات زي تقدر تبني على ده للموسم الجديد الفرع الراضية كلها النادي الأهلي حرص على تدعمها حرص على رفع كفاءة الأفراد فيها وبالتالي بيتطلع للهدف الكبير نحو مزيد من البطولات في الموسم الجديد على صعيد كرة القدم الأهلي بعت فريقه الأول للنمسا في معسكر إعداد قوي وجد الحقيقة كل اللي جاي من هناك مش بس ليالي الأنس في فيينا لا دي ليالي الجد والتعب والشقة والتركيز والهمة والنشاط في النمسا معسكر زي ما انتم بتتابعوا من خلال شاشة قناة الأهلي للحياة اللي بتحطوكوا كلكوا في النمسا لحظة بلحظة والللنهاردة هنشوف كتير من تفاصيل في هذا المعسكر وحول أجواء الفريق في جزء مهم جدا والجزء الثاني من الحلقة هيكون معانا فيها بعد قليل اتنين من الكتاب الصحفيين الكبار الأستاذ نبيل عمر والنقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت الاتنين برضو هنوقف معاهم على رؤى كتيرة حوالين الأهلي والاستعداد للموسم الجديد نادي الأهلي في حجد كل قوته لمعسكر النمسا الحياة مهتمة جدا بهذه الترتيبات القوية قبل ضربة بداية قوية والضربة جاية قرية كمان يعني الأهلي هستهل الموسم ببطولة بل أنه قبل السنة ما هتخلص عشرين تلاتة وعشرين هيكون الأهلي على موعد مع تلات تحديات كبيرة أقربها وأهمها يوم خمستاشر سبتمبر هيكون مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية والأهلي بطل دوري الأبطال الاتنين على كاس السوبر المباراة هتبقى في استاد الملك فهد في مدينة الطائف بالسعودية وبالتالي دي أقرب مباراة وأقرب تحدي مهم جدا للنادي الأهلي أهمية التوقيت وأهمية الحدث وإزاي تقدر تنشط الدوافع بقوة عند اللعبة